مرحبا يا حلوين كيفكم؟ اليوم نعمل اللي هي مفضلاتي لهاي السنة انا اكيد استعملت شغلات كتير لكن هدول اللي هلأ انا عم باستعملهم لساتهم عندي وعن جد استعملتهم اكبر وقت من هاي السنة وعجبوني اكتر شي فحابة ابلش معاكم بمنتجات الشعر اول اشي بدي احكي عن هذا الشامبو هذا الشامبو هو شامبو كوري كتير حلو بنفعل كل انواع الشعر ريحته خفيفة في منه روائح كتير منها المسك الأبيض منها الباودر في منها كتير يعني روائح هاي اختلف فيها ناس حبوها وناس ما حبوها عندنا في البيت لكن الشامبو نفسه الكل حبه فيه زيوت فيه عسل فكتير بنعم الشعر وبيقيم النفشة وكلنا باختلاف انواع شعرنا حبنا وهاي مش اول علبة هاي ثالث علبة وبعد فترة طويلة لانه هو كميته كبيرة انا عندي كود خصم من اي هرب هو موجود باي هرب ممكن انكم تشتروه تستعملوا الكود رح احطلكم الكود حتى تستفيدوا منه واذا ما لقيتوا برضو عندي كود خصم في موقع كوري موجود في كوريا ببيع كل المنتجات الكورية الاصلية اسمه ياس استايل برضو بتقدروا تشو من احناك هلا هذا عندنا للتريتمنت تريتمنت انا شرحت عنه قبل هاي المرة اللي هو علاجي بيعالج الشعر من جوه ومن بره البلسم بيعالج الشعر من بره بس بقي من نفشه وتقصه لكنه ما بيغذيه من جوه لكن هاد بيعمل على تغذيته وعلاج مشاكله من جوه حتى هو خالص تقريبا فحاي حتى ريحته مش نفس الشامبو هو طبعا فيه من نفس الشامبو بس لانه هاد بيطول اكتر من الشامبو لقعد فترة لانه ممكن تستعمليه لأول فترة كل يومين مثلا بعدين تصير كل ما تحتاج شعرك لانه بيعالجه منيح فكمية قليلة من طرف الشعر لاخره بالوقت اللي بتحسيه مناسب تضجطه فيه فكان كتير كتير من المنتجات الفادت شعري وبنصح فيها عن جد جربوله ومرة وبعدين نقرره بس انا متأكدة برح ترجعوله في هاد الشامبو طبعا مبينلكم انه كامل لانه رجعت اشتريته اصلا ظهر معي بمنتجات اخر منتجات خلصتها فهاي نشتريته كمان مرة بس انا اشتريت منه علابي كتير هاي ماركة فرنسية وانا بحب هذا اللي هو لإصلاح الشعر اللي هون بيكون نحدي جربت منه كمان للشعر الدهني منيح بنظف فروة الراس وما بنشفها وجربنا منه كمان اللي بتكون من هون نحدي اللي هي للشعر اللي هو الكيرلي برضو حلو بس انا اكتر واحد حبيته فيهم وكررته اكتر واحد هو هاد طبعا مع البلسم تابعه الكريم اللي هادك اللي هو ماسك للشعر ممكن تستعمليه حمام كريم ممكن تستعمليه ممكن تستعمليه بعد الحمام بكمية قليلة على الشعر وتعتبره كريم الشعر ما تشطفيهوش لكن ما تكتر الكمية ريحته حلوة كميته كبيرة سعره مناسب وعنجد بنصح فيه بنعم الشعر وبعطي له معان كتير حلو هلا السيرم اللي كتير حبيته هاد السيرم اكتر سيرم حبيته اكتر سيرم حبيته هون بيكون هاي هاي الزرع منها وكل الانواع هم حلوين بس انا هاد حبيته هاي نخلصته على اخر يعني متأكد من شو بحكي كلنا باختلاف انواع شعرنا حبينا كتير حلو وبقي من نفشة وبعطي له معان بعد الشامبو طبعا شعر مبلول او هو يفضل رطب مش مبلولي كتير ينحط كمية قليلة من نص الشعر لاطرافه وكتير حلو هلا في عنا هاد البخان له عشر فوائد عاملي عنه فيديو واغلب هاي الشغلات عاملي عنهم فيديو اما بالمنتجات اللي خلصتهم وحاكي عنهم اما عاملهم فيديو خاص لالهم هاد المنتج انا عاملي عنه فيديو خاص بحطولكم اياه بصندوق الوصف ابدأ بتكم ترجعوله عشان ما يطول منا الفيديو لسه بنا نحكي عن كتير اشياء بس حلو بالرشب قبل السشوار وعن جد كتير بسهل عليك السشوار وبطلع النتيجة حلوة بنصح فيه كتير هدول هي اغراض يعني منتجات الشعر اللي انا حبيتها كتير هاي السنة وبنصح فيها هلا من الفتلة المنتجات للجسم اكتر شوارجل حبيته هاي السنة هو هاد هاي الريحة كتير 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 حبيتها هو بالصبار وريحة الورد وهاي الشركة بالذات كل المنتجات اللي استعملتوا يعني كل الشوارجل اللي استعملتوا منها حبيتوا وحكيت عنه قبل في قناتي اغلب الاشياء طلعوا معي فهذا طلع معي اني حبيتوا بكرروا فعلا بظلني اكرروا سعره مناسب ريحته لطيفة ما بنشف الجسم كتير حلو يعني انا بحبه اكتر من منتجات غالية كتير معروفة اسماءها بس للتعطير بس هذا عن جد ريحته لطيفة وما بنشف الجسم بعدين بيجي عنا هاي الصابونة المغربية وبتيجي معها ليفة كتير حبيتها حجمها كتير كبير بالزيتون حجمها كتير كبير وسعرها كان مو غالي موجودة باغلب الدول العربية انا جبتها معي من الاردن بعدين بيجي عنا هاد اكتر اكتر سكراب حبيتوا للجسم عام لي عنو فيديو بالذات لقيلو ححطلكم اياه بصندوق الوصفة عشان ما ما يطول منا كتير الفيديو حركيت كيف استعمالو كتير حلو حقو دينار اردني بس هاي جايبي جبت كيسين وخلصتهم رجعت جبت كيسين وكل ما يصح لي بجيب لو بقدر احمل اكتر من الاردن وما يطلع علي وزن كان جبت اكتر فانجد حلو حلو تستعملوا شوف الفيديو كيف استعمالو كتير بنصحكم فيه لو مرة للتجربة وبعد نقرره كله ديناره اعرف انا بعرف انه باغلب الدول العربية فيه زيه اذا مش نفس الشركة بنفس الفكرة بعدين بيجي عنا للترطيب عنا هاي المرتب ريحة كتير كتير حلوة بيرطب الجسم كتير حلو حبيته كتير لكن انا كل مرة بحكي لكم هاي الشركة هي وفيكتوريا سيكرت لازم لما تفتحوها تخلصوها بسرعة لانه ريحتهم بتتغير بسرعة حتى هداك من مفضلاتي لكن هسا هاد اللي انا بستعمله هاي حتى قربت خلصو هلا هاد اللي عندي منتوفر وعنجد بحبه بنزيوت الجسم عندي هذا اجزاية الجسم ريحته كتير حلوة بهاي الزهرة هو برضو من الشركة الفرنسية وانا اللي حكيت عنها من الشامبو كتير حلوة موجودة في الاردن في العبداليمول انا شفت لهم محل هناك اتوقع ويعني متأكد شفتهم هناك ما بعرف اي طابق او هيك مش كتير يعني متذكرة وهون في ايطاليا موجودين وباغلب الدول موجودين هدا هم كاتبين انه بينشف بسرعة عن الجسم هو لأ بعد شوي وبعدين يعني مش بسرعة 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 اللي هم حكوها انه بتمتصو البشرة بس ما حك ريحته كتير كتير حلوة حتى لما تلبس اواعيكي بعد ما تحطيه بضلوا معطرين بريحته فحبيته وماعمل حساسية وماعمل مشاكل وبرطب فهد كان حلو فحبيته وماعمل حساسية وماعمل مشاكل وبرطب فهد كان حلو هيك بيكونوا اشياء الجسم خلصت معنا هلا هلا بتحكي عن هذا المنتج اللي هو لجسم والشعر والوجه الطين الهندي بيخلصك من مشاكل الجلد اللي موجودة فيه الشعر فروة الراس يعني والبشرة والجسم حكيت عنه فيديو رح احط لكم اياه بنصحكم كتير تحضروه حكيت عنه بالتفصيل طريقة استعماله كل نوع بشرة كيف تستعمله لو بدي انشرح عنه بده وقت طويل فبنصحكم ترجعوا لهذاك الفيديو عن جد حلو ورح تستفيدوا ان شاء الله بس من مفضلاتي سعره معقول وكتير مفيد يعني هو ممكن تبريم زي الطين المغربي اللي بيستعمل للشعر والوجه والجسم نفس الطريقة هاد هندي بس نفس الاشي بنحط لفروة الراس وللوجه ولجسم وان شاء الله بعملكم انا فيديو عن طريقة الحمام المغربي بس او يعني انا شو بستعمل اشياء وهيك ان شاء الله القادم اجمل بإذن الله هلا بالنسبة لأكتر غصول للوجه حبيته عنا هاد من الصيدلية حبيته كتير بس هاد مخصص للبشرة الدهنية بخلصك من الحب ومشاكل البشرة الدهنية بخلصك من رؤوس السوداء وبسقول اغلب على الحب واللي هو الدهون الزايدة في البشرة وما بينشفها رغم انه بخلصك منها ما بينشفها كميته كبيرة سعره مش رخيص بس معقول وكمان طبي نفس الشي هاد بس هاد لجميع أنواع البشرة بحب استعمله لما أكون مثلا عام بدي أعمل ماسكات زي هاد مثلا فما بدي أستعمل شغلتين تفقد مثلا بشرة الدهون اللي فيها فبستعمل هاد لما بدي أستعمل اشي قوي بعده هاد بستعمله بالأيام العادية فهذا الغصول أنا كتير بحبه حكي انه رحبتهم خفيفة هم طبيين أصلا وبنباعه بالصيدليات سعرهم كتير معقول ما بيسووا مشاكل للبشرة هاد لكل أنواع البشرة بحب حتى يكون فيه عند الحمام مثلا وأنا بتحمام أني أستعمله بأي وقت مش حاطة مكياج ممكن مش بحاجة لتنظيف مثلا زي هاد أو إلى الدهون وهيك فبستعمل هاد أو حتى مثلا بنصح فيه بالشتة بدل من نشف بشرتنا فيه ناس مختلطة بشرتهم بس بتميل بالصيف إنها تكون دهنية بنصحهم هاد بالصيف هاد بالشتة للبشرة كل البشرة ما رح ينشف بشرتهم لكنه بنظف يعني بتحسي إنه نطفت بشرتك وكتير لطيف لأنه فوم زي ما قلت لكم كتير لطيف على البشرة وما بنشفها فبنصح فيه بالذات بالشتة هلا بيجي إنها هاد أفضل سكراب استعملته طبعا هو مش رخيص هاد الكمية بتكفي هاد الحجم الصغير وهو يعني هيك آخره هون واصل بحبه كتير كتير هو بقشر ما في حبيبات لكنه بعمل على التقشير ومع الحركات الدائرية بعمل هو يعني قوامه بصير زي هيك مش جلد مية البطلح هو بصير كابتل وهو بعمل على تقشير البشرة في مواد لإنه أحماض تقشير مش بالحبيبات بقشر لكنه عن جد حلو وهو لكل أنواع البشرة حتى الحساسة ما بعمل مشاكل حلو ممكن تجيب الحجم الصغيره عن جد بكفيك أو للتجربة جربي بس أنا حبيته كان من المنتجات اللي حبتها السنة لالبشرة وهلأ هلأ بدي أحكي عن مهنتجات الأسنان هاي هذا المعجون جيبته من آي هيرب شوفوا مع الاستعمال هو راح لونه اللي كان فيه وتقريبا هو خلص من آي هيرب هو بالفحم وفعلا حتى لو بدأ أوريكم إياه من جوه رح تحسوا أنه هو أسود من جوه هاي هاي هو طلع لونه أسود مستشا شايفين بتيش يطلع بالمرة هاي لونه أسود بنظف منيح ببيض الأسنان لكن بياض طبيعي مش إنه بياض يعني اللي هو بحق يعني بتاع بحسي إنه حساس صارت حساسة بأسنانك لا ما بيسويه ريحته حلوة بالفحم والنعنى بس ما بيحرق لطيف جدا على عفوا على اللثة لطيف على الأسنان بيناسب حتى الأسنان الحساسة كتير حلو أنا حبيته كتير وممكن أرجع أجيبه من آي هيرب قلت لكم رح أترك لكم المنتجات اللي بآي هيرب اللينك تبحان شاء الله بصندوق الوصف وكود خاصة عشان تستفيدوا حتى هاد كمان جبته من آي هيرب ولطبيض بس هاد ما بيحرف إذا بيناسب الأسنان الحساسة إنه بتحسي طبي أكتر يعني مش إنه بنظف من قلب وبيبيض فحتى هاد أنا بستعملهوش يومي لكن هاد ممكن يستعمل يومي عادي فيه ناس ما بيحبوا يستعملوا يومي برضو أو مرتين باليوم مرة باليوم أو مرة بالتناوب مع نوع تاني عادي برضو بيصير عسبة إنه يعني هما بحيك بيرحتاحوا أكتر أنا لو استعملتوا كل يوم أو مع معجون تاني ما أفرق يعني ما في مشكلة هاد لأ أنا زيهم خفت إنه أستعمله كتير فحبيت أستعمله يعني يوم آه يوم لأ يوم آه يومين لأ هيك يعني وحجم صغير حجم التجربة جيبتم من آي هير بتركلكم اللينك تبعه هلا هدول خلصوا أنا كنت مخليها عشان إنه أو أحكي عنهم في منتجات اللي خلصتها وبرضو من آي هير بكتير كانوا حلوين وأنا حطيتهم بسلسلة عملت التجهيز للعيد بنصحكم تسمعوها لأنه حتعطيكم آه كل اللي حبيتهم الأشياء هاي استنوا بنصح فيهم آه اللي كانوا متوفرين يمكن هلا كاب بيتهم وعن جد بحكي لكم عن كل آه يعني كل منتج شو حبيت فيه احضروها سلسلة في قائمة اللي هو الفيديوهات بتلاقي سلسلة التجهيز للعيد أو لرمضان والعيد كتير حلو ممكن أحطلكم إياها أنا بصندوق الوصف حكيت عن كتير منتجات مية وخمسين وحدة وكان لطيف على الأسنان وحبيتهم كتير مرضى نقول لهم من آيهب